وضمن زيارته لسنغافورة قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أرنهيان وليعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بزيارة إلى مصنع شركة جلوبل فاوند ريز لأشباه المواصلات في سنغافورة التابع للشركة مبادلة الاستثمار مبادلة وكان في استقبال سمو لدى وصوله مقر المصنع كيت شاي أنغ نائب أول للرئيس والمدير العام لعمليات جلوبل فاوند ريز في آسيا وأوروبا وعدد من المسؤولين وطلع سموه على أبرز برامج الشركة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية وتطويرها وتصنيعها ودورها في بناء قطاع حيوي ومتكامل للتكنولوجيا المتقدمة هذا وأكد سموه أن دولة الإمارات تواصل تعزيز قدراتها وتطوير إمكاناتها التكنولوجية وتوظيف أحدث الحلول الذكية وتطبيقات نحو تحقيق أهدافها التنموية الطموحة مضيفا سموه أن توفير أحدث التطبيقات التكنولوجية يمثل محورا أساسيا في رؤية دولة الإمارات للمستقبل وقال سموه أننا نحرص على دهم القطاعات الحيوية التي ترتقي بأشكال التطور والتقدم التي تواكب متطلبات الحداثة خاصة في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحديثة بما يضمن تعزيز مكانة الدولة عالميا ومستقبلا أفضل للأجهال المقبلة